اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان نكون مؤمنين عالمين عاملين مخلصين داعين الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يريد منا الخير ان يتعدى الى الغير اي لا تقتصر على طاعة الله سبحانه وتعالى فقط بل لابد من ان تتعدى هذه العبادة الى الغير بمعنى انك تطيع الله سبحانه وتعالى فيما امر كالصلاة والزكاة والصوم والحج فيثمر هذا عندك الاخلاق والمعاملات التي تتعامل بها مع الناس وبذلك تكون من المحسنين وفرق الشاسع كما يقولون بين الانسان المتدين والانسان صاحب الدين فالمتدين هو الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه لا ينتزم بالاخلاف ولا بالمعاملات مع الناس فكما قيل كأنه ابو ذكر الصديق رضي الله عنه في المسجد وأبو لهب في الشارع بمعنى انك تحصل على الناس ويحصل على الناس الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تكون لدينا 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 جزءا وتعالى أوض integers stellen الله سبحانه وتعالى للناس والناس سبحانه وتعالى تتغير من الـ محسنين ان تتغير من المحسنين تتغير من الـ محسنين ومن الموحل الكثير من الولدين وحجيم الناس فرصف الموارات يجب أن تقل في امن انظر الان احد تجربة تجربة من الناس وفوهو الآخر يجب أن يبحث فيها تجربة الناس فالدين المعامل فالدين المعامل فالدين هوا عليه الصندق with praying and fasting and doing the five pillars of Islam and it doesn't reflect the fruit of it on him people say he's like Abu Bakr al-Siddiq when he is in the masjid but when he goes outside he behaves like Abu Lahab just like they say a person who comes to the masjid all the time and does the prayer all the time and you find him maybe lying or committing gullum or using foul language or something like that people attribute his evil to the religion so Allah subhanahu wa ta'ala wants you to practice the religion just like just like نفس الطريقة اللي نعمل فيها حفظ للقرآن مسابقات لحفظ القرآن من الأفضل أن نعمل معها مسابقات في فهم القرآن الله subhanahu wa ta'ala قال عند القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن ما قال لك احفظ القرآن لكن قال subhanahu wa ta'ala أفلا يتدبرون القرآن خطاب للجميع الله subhanahu wa ta'ala did not say memorize the Qur'an He said read whatever you can from the Qur'an but He said can't you reflect and understand the Qur'an we read from that that you should focus on understanding the Qur'an a lot more than memorizing the Qur'an you see so many people memorizing the Qur'an but they don't even understand what they are memorizing I'm not going to say that this is not good but definitely it's not going to do the job that we are looking for which is what the Prophet was described through Aisha عندما سُئلت Aisha عن النبي عن أخلاق النبي قالت كان قرآن يدب على الأرض يعني كان يلتزم ويعمل بما يأمر به القرآن فكان يطبق القرآن تطبيق عمله وكذلك الصحابة ما كانوا يعني كما رؤية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانوا يتعدوا العشر آيات حتى يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها ثم يحفظوا التي تليها صحابة رضي الله عنهم they used to not memorize another they memorize like ten ayat and they don't memorize the next ten ayat until they understand the first ten and practices it in real life then they go on to the next one so الله سبحانه وتعالى wants you to practice and to be like Prophet محمد صلى الله عليه وسلم when his wife عائشة رضي الله عنها was asked about his manners she described him as he was a walking Qur'an walking Qur'an meaning whatever the Qur'an commands Prophet محمد صلى الله عليه وسلم practiced it on earth and this is what we are supposed to do if the صلى الله تنهى عن الفحشاء والمنكر it keeps you away from indecency and foul and bad acts then why can't we see it on people who pray why they do indecency why they speak bad language why they lie why they do all of this that means their صلى الله wasn't that fruitful so in our religion Allah wants you to do the basics and to do a lot of akhlaq that results from it make your deen in relationship to your akhlaq like salt to flour when you want to make bread مع الناس اكثر بكثير مما تعبد الله سبحانه وتعالى يعني مش انه والله انا صليت اليوم في المسجد وبقوم الليل وبصوم وبصوم وبركز وكل سنة بروح على الحج وبعمل وبعمل لكن بس تيجي على معاملات بس تيجي على اخلاق بس تيجي على زيارة اهل واجبات رحم حقوق البشر اخلاق تعامل تجد هذا الانسان ابعد ما يمكن وكأنه مش فاضي لهذه الاشياء من كثرة ما هو مشغول في عبادة الله سبحانه وتعالى بالتأكيد الله سبحانه وتعالى لا يريد منها ذلك بالتأكيد لانه الدين معاملة مع الناس لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الَّذِي يُخَالَتِ النَّاس وَيَصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالَتِ النَّاس وَلَا يَصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ the person who goes out and mixes with people and goes to jama'ah and goes to funerals and goes to Eid and everything even though he's gonna meet some people who are going to harm him or do bad things to him or say negative things about him it's okay, be patient you are better than the person who sits at home and doesn't do all of this and just worship Allah سبحانه وتعالى إذن يا إخوان الرسالي هنا ركزوا على فهم القرآن وعلى العمل الناتج عن الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه العبادات فلابد من أن تثمر أخلاق ولابد من أن تثمر معاملات ولابد من أن تكونوا محسنين إلى أنفسكم وإلى الغير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أحبكم الله ويسر أمركم وجزاكم كل الخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التالين لكتابه العاملين بأحكامه الداعين إليه إنه سميع قريب مجيب الدعوات وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمكم ترجمة نانسي قنقر